نؤمن بحرية الإعلام نؤمن بحرية الإعلام كإعلاميين وكمصريين نحن نجينا هذا نتحدث عن ما يجري في مصر الآن وبكل وضوح وبكل مصدقية الشعب المصري أصبح يدرك هذا الشعب المصري أصبح يدرك الحقائق كاملة ولكن يجب الخارج أيضاً أن يعلم الحقيقة الشرطة المصرية أصبحت شرطة الشعب الشرطة تعمل من أجل شعب المصري كله تتوهاته وانتمائاته الشرطة تحمي إدارة وحرية الشعب المصري تحدثنا أقل ثورة يناير 2011 وأكدنا أن الأجال الحالية في الشرطة المصرية بترسخ ثقافة أمنية أصبحت فكر استراتيجي أمني الهدف هو أمن المواطن وليس أمن النظام أي نظام السابق الحالي القادم الهدف هو أمن المواطن أن الشرطة المصرية خارج المعادلة السياسية ولم ولن تتدخل في الحياة السياسية بكل صورها تألم رجال الشرطة كثيراً خلال السورة من كثير من الاتهامات وجهت ليهم فتح السجون حرق الإقسام قرناصة دهس المواطنين وإماناً من رجال الشرطة برسالتهم وإدراقاً لمسئولياتهم نحو الشعب المصري وأمن شعب مصر تركوا الأمر للتاريخ لكي يتحدث ولم يكن يتوقع رجال الشرطة أبداً أن التاريخ سوف يتحدث بهذه الصرعة ويبرق رجال الشرطة من كل الاتهامات اللي وجهت ليهم إبان ثورة يناير 2011 والشعب المصري الآن يدرك تماماً أن رجال الشرطة بذل الجهد والعطاء من أجل هذا الشعب وأبرياء تماماً من كل هذه التهم والآن القضاء المصري العادل يبحث عن المطارسين في تلك الجرائم عقب صورة يناير تحمل رجال الشرطة مسئولياتهم وحققوا أعلى معدلات الضبط الجنائي لضبط حالة الانفلات الأمنية وتقويده وبذل الجهد وسوشهد 221 من رجال الشرطة على مدى العامين الماضيين 221 من رجال الشرطة سوشهدوا على مدى العامين الماضيين وتسعة تلاف مية تمانية وتمانين مصاب في موجهات مع عناصر إجرامية خطرة من أجل أمن المواطن وإقرار الشارع المصري وأمنه طبعاً حضركم تعلموا جيداً مدى الضغوط النفسية لتعرض لها رجال الشرطة خلال هذه الرحلة مشاكل اقتصادية مشاكل اجتماعية خلافات سياسية كانت كلها بتنفجر في الشارع في وجه رجال الشرطة وتحمل رجال الشرطة هذه الأعباء وهذه المسئولية وضحوا واستشهد أغلى الرجال وأنقى الدماء من أجل شعب مصر وأصبح هناك استراتيجية أمنية تنفذ في كل الفعاليات السياسية على مدى العامين الماضيين وتحدثنا فيها كثيراً وأصبح رجال الشرطة لديهم من الخبرات في التعامل مع هذه الفعاليات وتأمينها والفصل بين المتظاهر السلمي والشباب الغاضب الذي كان يحدث الشغب وكان عنده قدرات ويمكن كان هناك مثل ما حدث في ميدان التحرير وسيمون بليفار كان هناك في ميدان سيمون بليفار تعامل وشغب وفي نفس الوقت رجال الشرطة كانوا بيأمنوا ويعملوا على تأمين المتظاهرين السلمين في ميدان التحرير هذه الخططة الأمنية نفذت بمناسبة لتعامل فعالياتي ومتشار أمني تكسيف تواجد بكافة المدن على مستوى محافظات مصر والطرق السريعة أمن منشئات هامة وحيوية أمن المظاهرات والمسيرات السلمية والتجمعات السلمية وبدأ تنفيذ هذه المهام منذ يوم 25 يونيو شارك فيها 440 ألف من رجال الشرطة خلال 30 يونيو وما شهادته من ملايين في الشارع المصري في هذه الفعاليات وجهود الأمنية التي تفزل من رجال الشرطة بالتنصيق مع قوات المسلحة المصرية لم يحدث سرقة محل تجاري واحد في مصر لم يحدث سرقة محل تجاري واحد في مصر تجاري المصر وكله كان في الشارع بكل فئاته وانتمائته ورجال الشرطة على مدى يومين 30 يونيو وواحد سبعة زابطوا 119 سلحناي ثلاثة عصابية تميل سعور بمسجل خطب جنائي وكسيم القضايا في ظل جهود جميلة جداً وتحت حيات غالية جداً من 28 يونيو حتى الآن استشهد 12 من رجال الشرطة وأصيب 107 لتأمين هذه الفعاليات وأمن المواطن المصري ومتلكاته من هذه الإصابات 61 إصابة طلقات نارية وخرطوش إصابتين انفجار ونزيف بالعين وهناك حروق وكسور واختناقات بعد 36 تطورت الأحداث وبدأت تشهد في البلاد بعد أحداث العنف والشغل وبدأت في منطقة سينة وبدأت في منطقة سينة وانتقلت إلى بعض المدن وستشهد في سينة خلال أيام الماضية سبعة من رجال الشرطة وقصيب آخرين في إطلاق نيران بكسافة على الأكمل الأمنية والسهداف رجال الشرطة اليوم حدث تدور مفاجئ آخر منذ يوم 36 هناك خدمات أمنية من الشرطة وقات مسلحة لتأمين المنطقة المحيطة بدار الحرس الجمهوري وكان هناك تجمعات أيضاً أمام دار الحرس الجمهوري وهناك تعليمات بضبط النفس إلى أقصى مدى اليوم الساعة الرابع صباح في وجهة القوات بالبعض من خلال هذه التجمعات بإلقاء الحجار ثم تطور الأمن تطور الأمر إلى إطلاق نيران بكسافة اتجاه القوات المكلفة بتأمين محيط دار الحرس الجمهوري استشهد الملازم محمد المسيري والمجند جلال جابر من رجال الشرطة وأصيب آخرين في هذا الاعتداء الغادر تم التعامل وتم السيطرة أنا بأكد لحضراتكم وبطامن الشعب المصري كله رجال الشرطة ورجال القوات المسلاحة هناك تنصيق كامل كامل لأمن مصر وأمن شعب مصر وأمن ممتلكات شعب المصري ما يجري من أحداث في سينة أو هنا القصد منه هو إرباك المشهد المصري اللي أزهل العالم كله ولا نريد أن نوتيح الفرصة لمثل هذه الأمور كلنا مصريين كلنا هدفنا مصرحة مصر مصر فيها حرية فيها ديمقراطية فيها أمن كامل للشعب المصري كله بكل انتماءاته لكن فيه مواجهة في نفس الوقت لأي خروج عن القانون بحسب وبقوة بغض النظر عن أي انتماءات وبكرر هناك تعامل حاسم وفقاً للقانون مع أي خروج عن القانون بغض النظر عن أي انتماءات وبطمن الشعب المصري كله على مصر وأمن مصر شكراً شكراً